بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم الأهلي في المونديال قبل ما أبدأ أتكلم عن المباراة واللي حصل في المباراة لأن احنا لسه بخلصين الستوديو التحليلي منذ قليل أنا بس أعايز أبدأ من الصبح أرجع وراء شوية وأبدأ من الصبح نهاردة صحيحنا كلنا من النوم الصبح فوقنا بأحد المذيعين في تلفزيون رسمي للدولة بيتكلم عن النادي الأهلي هو حر اللي عايز يشجع النادي الأهلي هو حر اللي مش عايز يشجع النادي الأهلي هو حر ومعندناش أي مشكلة في هذا الأمر وكل جمهور النادي الأهلي يعلم هذا الأمر تماماً اللي عايز يشجع النادي الأهلي وهو يمثل مصر في بطولة دولية كبيرة ما عندناش مشكلة اللي عايز ما يشجعش النادي الأهلي وهو يمثل مصر والقرة الإفريقية في بطولة دولية كبيرة هو برضو حر دي ما عندناش أي مشكلة فيها ومحدش وقف عند النقطة دي ولكن الكل وقف على أن النادي الأهلي لا يمثل مصر يوم مباراة بالميرس الصبح بنجد أن أحد المزيعين في التلفزيون الرسمي للدولة بيتكلم عن هذا الأمر هل فيه توجه أو فيه حاجة بخصوص هذا الموضوع الحقيقة الكلام ده غير صحيح بالمرة بالمرة لأنه اللي حصل هو تصرف شخصي من المزيع اللي عمل كده لأنه زي ما حضراتكم سمعتوا التحليلات من الكباتن الكبار اللي كانوا متواجدين في الستوديو التحليلي كلهم اتكلموا على أن هذا الأمر الحقيقة المزيع بيتكلم عن بطريقته هو واسلوبه أو شخصيته